يتي هذا فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محدثات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاء ذلك في بيانا نشرته حركة حماس التي تحتجز إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى عددا من الإسرائيليين في قطاع غزة مرة أخرى تسعى مصر بثقة لها السياسي إلى وضع حد للحرب في غزة والوصول إلى هدنة ثانية تنهي العدوان الإسرائيلي ومعاناة الفلسطينيين في القطاع في القاهرة وللمرة الثانية خلال نحو شهرين التقى وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع مسؤولين مصريين يسعون للتوسط في هدنة أخرى مفاوضات وصفت بالجادة للغاية تجرى من أجل توصل الطرفين المقاومة وإسرائيل لهدنة جديدة في غزة من شأنها وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة في المقابل إطلاق صراح فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفد حماس يركز في مناقشاته على تحديد المحتجزين الذين يمكن إطلاق صراحهم حال إبرام تلك الهدنة الجديدة وكذلك الأسرى الفلسطينيون الذين قد تفرج إسرائيل عنهم في المقابل وعلى الرغم من المساعي الجادة فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة مع اشتراط حماس عدم مناقشة أي أمر إلا بعد وقف العدوان الإسرائيلي وهو ما أكده من القاهرة المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو الذي اعتبر أن حماس ليست مستعدة لمناقشة إطلاق صراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين حتى تنهي إسرائيل الحرب على غزة مع زيادة حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين بالقطع وبحسب المسؤول في الحركة فإن قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين فقط كما أن حماس لا تستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر فيه إسرائيل في عدوانها بالنسبة لحماس فإنها ترفض أي وقف مؤقت للحرب وتؤكد أنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم معلنة للمسؤولين المصريين موقفها هذا بوضوح مع ضرورة وقفه كأولوية حالية في المقابل تصر إسرائيل على إطلاق صراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين من المحتجزين أما حركة الجهاد الإسلامية التي تحتاجز أيضا عددا من الإسرائيليين في غزة فإن أمينها العام زياد النخالة سيبحث في القاهرة وضع حد للحرب وفي بيان له أكد النخالة أن وفد الحركة ذاهب إلى مصر برؤية واضحة مفادها وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار في غزة هي جهود متواصلة تبزلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للوساطة من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسماح بإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع